موسيقى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإيجاد بدائل طاقوية خارج المحروقات مشروع وطني تسعى إلى تحقيقه مؤسسات جزائرية المشاركة بالمعرض الخاص بالانتقال الطاقوي آفاق 2030 كما هو الحال بالنسبة لهذه المؤسسة الناشطة في قطاع الفلاحة قطاع يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية بين الولاية المنتدة التي ميمون وبين ولاية غردية وهنا سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية وبعد هذا تقطع إما من الطاقة الشمسية وإلا من طاقة الرياح من أجل إعطاء كل هذا المشروع اللي هو مشروع فلاحي الآن اللي عنده هذا المشروع الفلاحة الآن موجود والآن عنده قطرة استيعاب 33 ميجاوات مشروع آخر أطلقته مؤسسة جزائرية ناشطة في مجال الانتاج النقي للكهرباء والمتعلق بإنتاج الألواح الشمسية بالمطار الدولي بوهران نحن في مستثمرون في مجال الطاقة المتجددة على ضرورة تقطير هذا المجال باعتبار أن الجزائر غنية بمصادر هذه الطاقة ويبقى هذا البرنامج من أهم التحديات أمام الدول التي تعتمد على البترول في مداخلها حتى لا تبقى رهينة السوق النفطية الخاضعة للعرض والطلب اشتركوا في القناة